نظم نادي مليحة الثقافي الرياضي في مقر النادي ورشة عصف ذهني تطويرية بمشاركة أكثر من عشر دوائر ومؤسسات محلية وذلك بحضور سعادة سلطان علي الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة شهدت الورشة تفاعلا فعالا ومثمرا حيث ساهمت في طرح أفكار جديدة وابتكار حلول ابداعية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية في منطقة مليحة وتناولت الورشة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الأعلامي بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي وأولياء الأمور في عملية التطوير والمشاركة وزيارة النادي وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة في الورشة بالإضافة إلى تكريم المشاركين والمعنيين